في البداية قبل 2010 وبعد 2010 قبل 2010 الجهاز المركز يرجعهم مرة أخرى إلى أوضاعهم السابقة لما علم أو شاف أن المشكلة استفعلت وثبت تزوير هذا الأمر بعد 2010 الجهاز الردهم مرة ثانية إلى جنسياتهم المزورة رغم أنه يعلم من هذه الجنسيات المزورة بإقرارات ومراسلات من وزارة الخارجية والجهات الرسمية وأوراق موجودة لدى وزارة الداخلية وكلها المستندات موجودة لدى اللجنة الرسمية والمراسلات الرسمية استطاعت اللجنة ولله الحمد الحصول عليها ونحب أن نأكد على شغلة مهمة أنه لما عملنا في اللجنة حبيت أبحث عن أساس هذه المشكلة ولم أجد سؤال ولم أجد إجابة واضحة في المجلس بالأرشيف عن هذه المشكلة كأرقام كأسماء كأسباب كمراسلات لم أجد أي مستندي في هذا الأمر الآن أصبح لدينا ملف كامل عن هذا الأمر بالمستندات مدعم بالمستندات أسباب المشكلة متى حصلت المشكلة من هي الجنسيات المزورة أكثر من 25 جنسية مزورة في هذا الأمر جوازات حصل فيها تزوير أكثر من 25 جواز لدول أصبح فيها تزوير في هذا الأمر موجود لدينا الإعداد كاملة موجودة عندنا جميع المراسلات ما بين وزارة الخارجية وما بين المعلومات المدنية وما بين الجهاز المركزي وما بين وزارة الداخلية كل هذه المستندات الآن أصبحت موجودة لأول مرة في المجلس تكون موجودة ضمن هذه المستندات واللجنة ستضعها في لجنة حول أنصان ستقدمها أيضا للمجلس حسب قرار المجلس